السلام عليكم ورحبا بكم الناس الجياس كات تجور مع جديد وأخبار شبيب القبائل في هذا العاجل إلغاء الجمعية العامة أو بالأحرى تأجيلها من 6 أفريل إلى 13 أفريل ودوك نحكي على أسباب تأجيلها وأخبار عن إبقاء من موبيليس إدارة ياريشان في تسيير فارق شبيب القبائل دلونا لايك الفيديو أبوني في القناة وتركونا تعليق الجمعية العامة لشبيب القبائل التي كانت ستعقد في 6 أفريل تم تأجيلها إلى غاية 13 أفريل بطالب من موبيليس كين أسباب تقول لك وأخبار تقول بسبب الديون والديون الكثيرة ربما تخلط صلاح الحسابات موبيليس حابت تتأكد من الحسابات وما باقي من ديون شبيب القبائل وأيضا نحو إبقاء إدارة ياريشان في التسيير حسب الأخبار المتداولة أن هذه الإدارة ستبقى على رأس تسيير شبيب القبائل لأسباب ربما يجهدها الكثير لأنه بلاك من أسبابها أن الديون ديون متراكمة هذه لازم يصفيها هذا ما تدول في أخبار شبيب القبائل كاش أخبار جديدة سنوافقكم فيها في فيديوهاتنا لاحقة نتمنى توفيق لشبيب القبائل يلا لايك الفيديو أبوني في القناة ولكم تعليق على بقاء إدارة ياريشان على رأس التسيير في شبيب القبائل ما فيديو جديد أخبار جديدة سنوافقكم فيها لاحقا سلام خوتي